أكد رئيس عبد الفتاح السيسي التطلع لتعزيز الاستفادة من خبرات شركة سيمانز العالمية للطاقة في عدة قطاعات تنموية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الربط الكهربائية إضافة إلى التدريب والتأهيل المهني للكوادر المصرية فنيا وحرفيا على نحو أن يرسخ المعايير الألمانية المتمثلة في قيم الأداء العالي والمستوى الدقيق في الإنتاج جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس المجلس الإشرافي لشركة سيمانز العالمية للطاقة وبحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من المسؤولين وأوضح للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول بحث التعاون المشترك مع شركة سيمانز العالمية في مشروعات الطاقة الخضرة في إطار سعي مصر لتصبح مركزا إقليميا لإنتاج وتبادل الطاقة الجديدة والمتجددة من جانبي أعرب جو كايزر عن تطلع سيمانز الاستمرار وتطوير الشركة القائمة مع مصر خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك على خلفية الإنجازات الملموسة التي تحققت في مصر خلال الفترة الماضية في مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية وأكد على اعتزاز شركة سيمانز بتعاونها الوثيق مع مصر والذي أصفر عن نجاح كبير لأنشطتها في مصر نظرا للدعم والإشراف المباشر من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ترجمة نانسي قنقر